مع العلمان ياحي الكوبيس مختلف به وهي من 2014 ويمكن بالفترة الأخيرة ما ممكننا نطلعه هواي من 2014 كان خطابة أقوى وأكسى وفيه تشنجات وفيه خطابات أكثر من أنه هذه المر الآن ينتقد بالدلة وبيعناوين بارزة واضحة وباستدلالات واضحة هل تم منعه لسبب رأيي؟ هذا اللي أعترض عليه شنو سبب منع ياحي الكوبيس طلع بالتلفزيون وفي لقاء متلفز وتم منعه على اعتبار أن هناك إساءة للسلم الأهلي للسلم المجتمعي تجاوز بالسب والقذف على أحد المؤسسات أم أن هناك سكرينشوت غيرها وهذه حتى بالقانون أساتذة القانون يعرفون هذه قرينة مدليل ليش هذا التعصف اللي جاء يستخدمونه؟ أرجع إلى نقطة ثانية قبل لأجابك على الجيوشركة رونيو هاي هي شوكت بدأت القضية؟ بدأت القضية من محاولة سكات دكتور حميد عبد الله في مفصل مهم بعد اعتراضه على قضية بوثيقة بدليل قدمها يعني حتى العدة دليل والعدة وثيقة يتم إغلاق قناته هذا تقييد لو ما تقي شون تم إغلاق قناته يعني دكتور حميد عبد الله والآن إذا تمنع ظهوره بقناة بتلفزيون وهاي الآن كل وسائل متاحة شون تقدر تحاربه؟ يعني عندما تمتد سلطتك إلى هذه المرحلة فيه بمعنى أنت متخوف من النقد متخوف من واحد يعترض عليك طيب ما هذا النائب مصطفى سنة ذاك اليوم؟ طلعكم وقال لكم بالدليل أنه أكو هذه شبهة وشبهة فساد مليارين وغيرها ورد عليها مكتب رئيس الوزراء ليش أنت من تعتبرون هذا؟ سأل السلطات شنو سأل السلطات؟ سلطات أصبحت هي القضية وين؟ محاولة، زعامات، شخصيات، مناصب، حكومة، وزراء يريدون يسولهم عصمة سياسية يريدون يسولهم هالة من القدسية السياسية يعني هنا عصمة سياسية على كل من تصدى إلى الشأن العام وبعنوان حكومي وبعنوان سياسي وهناك يريدون يسولون يعني شون أسميها يسميها يعني فوق الشبهات، فوق الانتقادات بس نغني ونقول ونصفك زين، الإساءات اللي جايزة يصير من أطراف سياسية ولا واحد يتصدى له أتريد أعدد لك شقد أكو إساءات؟ لك اليوم نائب ونائب سابق ومطرف حكومي يطلع يقول نحن متفضلون متفضلين على السنة ومنطيهم رئيس مجلس النواب أكو إساءة للدستور وغيرها أكثر منهيش يطلع ليتحدثون على الفساد سيد عمار الحكيم في أحد لقاءاته طلع تحدثوا بصراحة قال بعد ماكو غطي لي وغطي لك والحاج هاد العامري قال إحنا ضغطنا على القضاء إحنا مارسنا الضغوط على القضاء بالضبط هذه قضية ليش أنت تريد تستخدم على أشخاص طرف واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا اللي أقوله نقطة ثانية أكثر أهمية ليش نريد ننتقل أنه نرمي الكرة بملعب الأطراف الأخرى حتى ننسي قضية الفساد بعد صار يالي يتحدث عن الفساد يالي يتحدث على نور زهير يالي يتحدث على سرقات يالي يقدم وثيقة تريد تسوين هذا ابتزاز سياسي هذه التلاعب بالمفاهيم جدا خطر أعلى مراحل الخطورة هم عدتهم صار سلاحين الأول لو هذا يريد منصب لو هذا يريد يبتز طيب ما أنتم عدكم ناس وعدكم جيوش وتطونهم باجاك وتطونهم مسلاح طيب ما أنا أشوف دكتور أنا أشوف